موسيقى النشرة المغربية من قناة الجزائر الدولية السلام عليكم أدانت الجزائر بأشد العبارات إقدام متطرفين سويديين على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير بستوك هولم بعد ترخيص لهم من قبل السلطات السويدية بتنظيم مظاهرة لارتكاب هذا الفعل الشنيع وغير المسؤول بيان للخارجية الجزائرية أكد رفض الجزائر التام هذا الحادثة الاستفزازية وتشديدها على أن هذه الممارسات المشينة والمتكررة من شأنها إطارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين البيان أضاف أن الجزائر تجدد دعوتها لإعلاء قيم التسامح والحوار والعيش المشترك ونبذ التطرف ومنع الإساءة لجميع الأديان ومقدساتها قال الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي خلال حوار صحفي مع صحيفة فورن بوليس الأمريكية قال إن التجربة العسكرية التي حققها الجيش الصحراوي أثبتت قدرته على تجاوز التفوق العسكري لقوات الاحتلال المغربي مشيرا إلى أن النصر مسألة وقت فقط في سياق الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها القضية الصحراوية يواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي الحق خسائر جسيمة بقوات الاحتلال المغربي الأكثر عدة وتسليحا بعزيمة تحرير أراضيهم المقتصبة تستمر مفارز الجيش الصحراوي في تنفيذ هجماته على تخندقات جنود قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من جدار العارة المحاط بالقنابل العنقودية والالغام المضادة للأفراد على مسافة 2700 كم بحر الأسبوع الحالي فقط شنت وحدات الجيش الصحراوي قصفا عنيفا ومركزا على تخندقات جنود الاحتلال المغربية بمنطقة أكرار الاحديد بقطاع الفرسية مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات بعدما ركزت هجماتها قبل أيام على مواقع القوات المغربية بقطاعي الفرسية والمحبس والفيعين وقطاعات عسكرية أخرى جاء في البلاغ العسكري رقم 824 الصادير الاثنين عن وزارة الدفاع الوطني أن مفالز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة أكرار الاحديد بقطاع الفرسية البلاغات العسكرية المتوالية منذ تسبب النظام المخزن في انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بالصحراء الغربية أثبتت قدرة الجيش الصحراوي على تجاوز التفوق العسكري لقوات الاحتلال التجربة العسكرية الصحراوية أثبتت أن الجيش الصحراوي قادر على تجاوز التفوق العسكري المغربي النصر مسألة وقت فقط الأجيال المتلاحقة تحمل هم القضية وهي تكبر في داخل كل صحراوي عدالة القضية الصحراوية جعلت الصحراويين مستعدين لكل الخيارات الدبلوماسية والعسكرية المتاحة فهم أكثر طرف ملتزم بالقرارات الأممية والأكثر إقداما في جبهات القتال لتحرير أرضه من احتلال سلبها بالقوة في شأن آخر قال المركز التجاري للأبحاث المغربي إن الاحتياجات التمويلية الكلية للخزينة ستتجاوز بنهاية 2023 13 مليار دولار مع توقعات سابقة ببلوغ عجز الميزانية بنهاية السنة الجارية أكثر من 6 مليارات ونصف مليار دولار تتعمق الهزمة الاقتصادية بالمغرب وتزداد معها متاعب خزينة المملكة المفلسة التي تقدر حاجيتها التمويلية الخام لهذه السنة بأكثر من 13 مليار دولار حسب توقعات المركز التجاري للأبحاث المغربية الهيئة المغربية في تقريرها الأخير قالت إن الحاجيات التمويلية للمغرب المرتفعة تأتي لتمويل عجز الميزانية الذي تجاوز المليارين ونصف المليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بنسبة زيادة 77% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بالإضافة لمتأخرة الخزينة ضمن ميزانية 2023 المقدرة بأكثر من 4 ملاير دولار المركز المغربي قال إن الخزينة المغربية بحاجة إلى قرابة 3 ملاير دولار من إجمالي احتياجاتها الخام من السوق الأجنبية وفي وقت سابق كانت وزارة الاقتصاد المغربية توقعت ارتفاع عجز الموازنة للمملكة ليتجاوز 6 ملاير ونصف المليار دولار بنهاية السنة الجارية ما يشكل نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في وقت ارتفع حجم المديوني ليتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة في التاريخ بنهاية الشهر الماضي لتدخل المملكة المغربية واحدة من أكثر أزمتها الاقتصادية تعقيداً وسط استمرار عز الأجهزة الحكومية على إيجاد حلول فعالة لإنقاذ البلاد من الانهيار الذي بات وشيكاً وظاهراً على ملامح المغاربة الذين حاصرتهم الأزمة من كل جانب يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في بريكسل الخميس عن اتفاق مع تونس يهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهاربين عقب أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط السواحل التونسية الخط الفاصل بينما يتهيأ لرحلة غير مضمونة الوصول وبينما يسعى لقطع طريق أمام المهاجرين غير الشرعيين قادة الاتحاد الأوروبي يدرسون إنجاز بروتوكول تعاون مع تونس من أجل شراكة شاملة بها شق يهتم بملف مكافحة الهجرة المفوضية الأوروبية أرادت إنجاز الاتفاق قبل موعد القمة غير أن المباحثات مع تونس أخذت وقتا أطول من المأمول ومن المقرر استكمالها الاثنين المقبل وقبلها زيارة إلى تونس قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روتو تم خلالها الإعلان عن مساعدة مالية للبلاد من أعضاء تكتل القاري تجاوزت مليار يورو اقترح تكتل الأوروبي مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة بقيمة 150 مليون تصرف بشكل فوري وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة العام الجاري ينوي الاتحاد الأوروبي تجهيز تونس بقوارب وردارات نقالة وكاميرات وعربات تساعدها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية كما يرتقب تعزيز التعاون في مجالي الشرطة والقضاء مواجهة لشبكات المهربين فتونس تسجل أعداداً غير مسبوقة في محاولات العبور التي أسفرت عن غرق المئات قبال تسواحلها مقابل تسجيل الجانب الإيطالي زيادة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين متجاوزاً ستين ألف شخص مذ بداية العام الجاري أكد الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتي لأن ليبيا وصلت إلى مرحلة حاسمة على طريق الانتخابات دعياً القادة السياسيين إلى التضحية والتقارب وفي رسالة هنأ فيها الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك قال باتي لي إن القرارات المتسرعة وغير الشاملة بإمكانها تعميق الأزمة القائمة لا يتميز عيد الأضحى في ليبيا هذا العام عن باقي الأعياد والمناسبات منذ انطلاق شرارة الأزمة عام 2011 في ظل توترات متلاحقة وانسداد سياسي ما زال يراوح مكانه وأمام نفاذ صبر الشعب الليبي وهو ينتظر أن يرى بلدهم وحداً من جديد يقول الممثل الخاص لأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي الذي بعث برسالة للقادة الليبيين بمناسبة عيد الأضحى يحثهم فيها على التقارب وإيجاد حلول ناجعة للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة إن العيدة مناسبة لاستحضار قيم التضحية والتقارب واللقاء وأمل أن تكون هذه القيم ملهمة للقادة الليبيين ولمن هم في مواقع المسؤولية لاتخاذ الخطوات الشجاعة المطلوبة وبشكل عاجل من أجل مستقبل مستقر وموحد ومزدهر لليبيا الوضع الراهن لم يعد محتملاً وصبر الشعب الليبي أو شكى على النفاذ وهو ينتظر أن يرى بلدهم وحداً من جديد بطيل الذي لوح في أكثر من خرجة إعلامية بإيجاد آليات جديدة في حال عدم توافق الأجسام السياسية أكد أن ليبيا وصلت إلى مرحلة حاسمة على طريق الانتخابات محذراً من مغبة الانسداد السياسي الذي قد يفرز سلسلة جديدة من العنف لقد وصلنا إلى مرحلة حاسمة على طريق الانتخابات وانتهاء لجنة الست زائد ستة من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات فالمرحلة تعد فرصة لا يجدر تفويتها إن القرارات المتسرعة وغير الشاملة بإمكانها أن تعمق الأزمة القائمة وأن تتسبب لا سمح الله في دورة جديدة من العنف وعلينا أن نعمل جميعاً على تجنب هذا الأمر بكل سبل ولتسهيل الحوار بين جميع الأطراف سعياً لإيجاد حلول الليبية الليبية أكد باطيلي في ختام رسالته للليبيين أنه ما زال ملتزماً بممالسة دوره ومساعيه التي تمهد لإجراء انتخابات تفضي إلى إعادة بناء ليبيا موحدة ومستقرة ومصدهرة لجميع الليبيين انتهت النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة